المجلس الوطني نحقوق الإنسان أطلق منذ سنة 2019 مبادرات للترافع لدى الفقومة المغربية من أجل المصادقة على المتاق الإفريقي نحقوق الإنسان والشعوب ونعتبر بأن هذه المصادقة ستمكن من توسيع وتنويع التفاعل المغرب مع الآليات في مجلل حقوق الإنسان سواء على المستوى الدولي أو الإفريقي وفي حال مجلس الوطني حقوق الإنسان هو عنده علاقات تعاون وتفاعل ومشاركة مع كل الآليات بما فيها اللجنة الإفريقية حقوق الإنسان واللجنة الافتحاد الإفريقي بحضوره في عدد من الأنشطة وكذلك في تقديمه لعدد من المعلومات بخصوص وضعية حقوق الإنسان في مغرب في حال مجلس الوطني حقوق الإنسان بتعاون مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ترتكز على الترافع على قضية مصادقة المغرب على المتاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبالتالي ما هي التحديات وما هي الفرص التي يمكن أن يتيحها عملية المصادقة على هذا المتاق من زاوية أولا إطراء الترسانة القانونية الوطنية والانفتاح على الاتفاقيات دولي حقوق الإنسان إن على المستوى الوطني والأقليمي والدولي تلك أكيد أن المغرب قد صدق على عديد من الاتفاقيات الدولية لذلك إضافة اليوم هو أنه لوع من الترافع بين المجتمع المدني والجامعة والإصلاح على حقوق الإنسان من أجل الدفع لمصادقة على هذه المتاق لأنه سيعطيه واحد الفرصة للتفاعل مع المنظومة الحقوقية الإنسان على المستوى الإفريقي ترجمة نانسي قنقر